اهلا فيكم حبايبي برج الدلو في قناتي رح تجوب شو هي توقعتك العاطفية من وقت مشاهدتك للفيديو الى اخر الشهر القراءة مثل دائما رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وايضا تقبل العكس يعني اذا انت عم تتعامل مع برج الدلو ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك او بتنطبق عليك القراءة طبعا عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن ممكن يكون في الفيديو رسالة او مقطع معين او جزء معين انت تحس انه فادك او تحس انه بينطبق عليك فانت خد من القراءة فقط الشي اللي بيفيدك والشي اللي ممكن تستفيد منه بانطبق عليك وترك الباقي رح نبلش بطاقتك انت بعدها رح نشوف طاقت الشريك والحبيب خطواتكم في المستقبل وايضا مصير العلاقة او شو ممكن رح يصير بينكم في المستقبل بدنا نسحب فقط كرور توضيحية بعدها رح نبلش بالقراءة طيب نبلش بقراءتك اول او بطاقتك اول انت يا برج الدلو انت عم تركز حاليا عم شوفك مركز حاليا بكيف تشافي حالك او كيف تداوي حالك ممكن تكون كتوم ببعض المشاعر اللي عم تحس فيها وشوي دفاعي عم تشوف قلبك مكسور مشان هيك عم تحاول انك تتشافى او تدعوى فيه اشي جارحك بشأن شخص معين او بينك وبين الحبيب فيه اشي مسبب لك نوع من الحزن واللي انت عم تحاول انك تتشافى داخليا ايضا عم شوف انه انت من الوضع المادي فيه عندك مشاريع جديدة او فيه عندك فكر جديدة فكرة جديدة او حتى مجموعة افكار جديدة عم تحاول انك تشتغل عليها عم تحاول انك توسع طاقتك بالمجال المادية ايضا بتشوف انه وضعك المادي مهم بعلاقتك بعضكم بيشوف انه انك تتطور من الناحية المادية مهم لعلاقتك ممكن الشخص اللي هم بتتعامل معه انت بتحس انه بتطلب او بده شخص كتير ناجح عم شوف انت عم تمر حاليا بدورة معينة او فيه عندك اكتمال من نوع معين ايضا فيه شخص بحياتك بدك تتواصل معه ولكن عم تمنع حالك من انك تتواصل معه لانه انت مجروح عاطفيا او يعني زعلانه متحسس من الشخص اللي عم تتعامل معه ولكن عم شوف بدك تتواصل معه او بدك العلاقة بينكم تتطور اكتر ولكن عم تمنع حالك من انه انت تقوم بالخطوة الاولى او عم تحاول انك تكون متحفظ وكيتوم اكتر بالنسبة لطاقة الشريك او طاقة الحبيب طاقة الحبيب عنده مشاكل كتير بالبرايد او بالايغو او بكرامته ممكن انت ايضا نظرتك لهالشخص تشوف انه هو شخص كتير مش متعالي او مش شايف حاله ولكن ما بيحب انه يتأسف بس يغلط او عنده كرامة كتير عالية هالشخص اللي عم تتعامل معه ايضا بتشوف انه هو شخص تنافسي او شخص لازم هو اللي كلمته اللي تمشي عم شوف ايضا هالشخص طاقته الحالية فيه عنده هدف مادى عم يطمح لاله لسه ما وصل لاله بالتحديد لسه عم ينظر لاله من بعيد ولكن بده عم شوف انه بده يطلع منتصر بالوضع المادي ايضا بالعلاقة بينكم ممكن تكون انت وهالشخص لانه عندكم اوراق مادية كتير عالية فممكن انت وهو اشخاص محفزين كتير من الناحية العملية او بتحبه انت وهو بتحب انه تنجحه من الناحية المادية يعني مثلا اذا انت برج الدلو رجل وشخص اللي عم تتعامل معه امرأة هالامرأة بتحب تكون مستقلة بحالها بالذات من الناحية المادية عم شوف انه دائما بتحب الانتصارات هالمرأة او ممكن يكون العكس صحيح بالنسبة عم تحط هالشخص عم يحط مجهود بالعلاقة او عم شوفه عم يشتغل على التفاصيل الصغيرة بالعلاقة ممكن ايضا انت تشوف انه هو شخص كتير او كتير بيركز على التفاصيل الصغيرة وانت بتركز على الصورة الاكبر للامور او على المنتوج النهائي للامور لانه عندك the world card فهالشخص عم تشوفه انه بيحب يركز كتير على التفاصيل الصغيرة ايضا عم تشوف انه طاقة نارية هالشخص اكتر فممكن يكون هو الشخص الحركي اكتر بالعلاقة ممكن تكون انت الشخص الهادئ الشخص اللي بيحب يحلل الامور ما بيحب يتسرع باتخاذ الامور بعكس هالشخص ممكن يكون شوي مندفع او شوي متهور باتخاذ القرارات مع انه بيركز على التفاصيل الصغيرة الى انه بيكون مندفع باتخاذ القرارات ايضا هالشخص اللي انت عم تتعامل معه ممكن يكون طبيعة الاشي اللي بده يساوي او طبيعة نجاحه بالعمل بتطلب نوع من الالوجين او بتطلب نوع من الوهم او خلق صورة وهمية يعني ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون في عنده كذا شخصية او كذا شخصية معك وشخصية بتطلبها وظيفته يعني مثلا ممكن يكون ممثل او ممكن يكون شخص كوميدي شخص يقدم انترتيمنت او يقدم الترفيه فلابد انه يخلق شخصية معينة فعم شوف هالشخص من ناحية يعني عم شوفه عم يلبس شخصيات كتير او ممكن يتغير ويتحول من شخصية جادة الى شخصية عفوية الى شخصية صغيرة الى شخصية كبيرة يعني هالشخص كتير بيتنقل بين عدة شخصيات فانت بتشوفه من هالناحية بيجذب نظرك هالشخص لانه ما بتمل منه دائماً فيه اشي جديد بحيات هالشخص او دائماً عم يقدم لك اشي جديد او دائماً بتشوفه بشخصية جديدة او بصعب عليك صعب عليك انك تفهمه لانه دائماً فيه اشي جديد بتكتشفه بشخصيته او بطبيعة هالشخص طيب بالنسبة للي ممكن يكون كتير منغمس ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون كتير منغمس بشخصية اللي بيظهرها للعالم او الشادو سايد الشخصية الاخرى بحيث انه صعبت الامور عليكم انه تتقربوا من بعض او انه يكون فيه صراحة مطلقة بينك وبين هالشخص ايضاً فيه كتير اوراق فيه كتير سبعات عم تطلع عندي سبن سبن فممكن رقم سبعة يرمز للبعض منكم باشي معين ايضاً هالشخص فيه عنده اختيارات كتيرة يعني السبب الخلافات اللي بينكم ممكن تكون انه علاقتكم مش كتير مستقرة مع بعض فيها طلوع ونزول كتير ايضاً فيه بينكم حب وتعتبروا بعض مثل السولميت ولكن فيه فيه بينكم بعد المسافة ممكن تكون بعد بالمسافة حرفياً يعني انت بمطرح وهو بمطرح وايضاً ممكن تكون انت وهو بتشوف انه انت متوافقين كتير مع بعض ولكن فيه دائماً صرف عم يحاول يبعد الشخص الاخر من حياته او عم يحاول يخلي مسافات قدر المستطع لانه عندك ستار كارد فانتو تنظروا على بعض مثل الامنية بدكم اياها تتحقق ولكن في الوقت الحالي لسا هي امنية لسا ما تحققت لسا بعيدة المدى ايضاً فيه بينكم فيه بينكم كتير تقلب بالعلاقة لانه فيه عندك هون ايس اف وانس بعدين كينج اف سول يعني فيه عندكم دائماً بيصير بدايات جديدة بسرعة وبتنتهي بسرعة ايضاً او دائماً الوضع بينكم بتحسن بسرعة وبعدين برجع ينقلب الوضع بسرعة ايضاً ايضاً العلاقة بينكم عمشوف انت وهو اشخاص كتير تستخدموا المنطق لتحليل الامور سواء انك رجل او امرأة الطرفين بها العلاقة اشخاص بيحبوا كتير يستخدموا المنطق لتحليل الامور ما فيه كتير امبثي او ما فيه كتير تعاطف يعني من الناحية العاطفية ما فيه تعاطف للامور الوضع بيحل المشاكل بينكم وبيحل الامور بيكون كتير منطقي بالذات للطرف هاد ممكن تكون عكسية ممكن تكون انت هالطرف بس بالذات للطرف هاد فيه عنده كتير كرامة عالية فهو دائماً بيستخدم المنطق لتحليل الامور طيب نشوف خطواتك القادمة في المستقبل فانت بالمستقبل حالياً ممكن تكون مشوش او ضايع شوي بانك تكتشف شو الاشي اللي هدفك في الحياة او اللي المفروض تساويه في الحياة فعم شوفك عم تركز اكتر او راح تركز اكتر بالمستقبل على انه تكتشف شو المفروض اللي تساويه بالحياة سواء كان من ناحية عمل او سواء كان من ناحية عاطفة او سواء كان من ناحية شخص عم شوفك كتير عم تحاول تفهم هدفك بالحياة ممكن ايضا تكون شخص راح تركز بالمستقبل على روحانياتك وايضا راح تركز على مدياتك او بدك بالمستقبل مع هالشخص تكون العلاقة بينكم تقليدية اكتر يعني بالمستقبل عم تشوف للبعض منكم بدوا ارتباط مع هالشخص او بدوا الزواج مع هالشخص لانه عندك تحيرفنت تحيرفنت او البابا شخص روحاني الطاقة راح تكون بالمستقبل شوي بطيئة طاقتك بالتحرك او طاقتك بانك تكتشف شو اللي بتريده ممكن انت عم تحاول تفهم طبيعة العلاقة بينك وبين هالشخص وتشوف انه هو هال تحاول عم تكتشف انه هو فعلا الشخص اللي بدك تكمل حياتك معه ولكن عم شوف انه بالمستقبل عم تفكر انه تكون جدي اكتر تكون براكتكال اكتر او تكون منطقي اكتر في عندك ايضا في عندك فرص مادية رح تيجيك عم شوفك المستقبل او رح تقابل شخص ايضا ممكن انت محطوط او رح تنحط بطريقك المستقبل لانه في عندك اختيار بين شيئين في عندك شيئين لازم تختار منهم فممكن بالمستقبل انت بدك تحاول بعض منكم يفكر كيف يوفق بين المادة وبين الحياة العاطفية او بين الشخص اللي عم تتعامل معه ممكن انت عم تحس انه في اشي عم ياخد من اشي يعني اذا ركزت كتير على الوضع المادي عم يأثر على علاقتك مع هالشخص واذا ركزت كتير على الوضع العاطفي عم يأثر على وضعك المادي فالبعض منكم عم يحاول يوجد نقطة الوصل نشوف خطوات الحبيب القادمة حبيبك او شريكك عنده في نيكس رايزنج يعني هالشخص عم يمر بتغيرات جذرية بحياته حاليا وفي عنده شفت او في عنده صفحة جديدة رح يبده فيها او مطرح جديد رح يبده فيه ايضا بدي احكي على الابراج اللي عم تتعامل معها قبل ما انسى ممكن تكون عم تتعامل مع ابراج هواية ابراج مائية مش كتير نارية بس يكون ممكن هالشخص شوي متهور ايضا ممكن عم تتعامل مع برج السرطان لانه الكرت بتوع برج السرطان الغالبية كرت السرطان طلع مرتين طلع بيهدك وبيهدك الاغلبية ممكن برج السرطان او شخص فيه عنده مي كتير بالخارطة الفلكية تبعته وهوائي ايضا فيه عنده طاقة كتير هوائية ولكن بالمستقبل عم شوف انه فيه عنده هدف هالشخص عم يسعى لاجله فيه عنده تقدم رح يصير كتير منحوض وكتير سريع عم شوفه من الناحية المادية شخص يعني متمكن او فيه عنده ديترمنيشن كتير عالي للوضع المادي عم يطمح الى انجازات كتير عالية بالوضع المادي مثلك انت ومشوف ايضا انه هو بيشوف انه العلاقة من اجل انه تكون مريحة لازم يكون المدخول المادي مش عالي ولكن لازم يكون مريح ايضا يعني هالشخص بيفهم انه المادة طبعا مش كل اشي ولكن بيفهم انه هي اشي كتير مهم من اجل تكوين اسره او تربية طفل او اشي مثل هيك عم شوف انه هو فيه شخص كتير مصمم اذا انتو منفصلين مش عم تحكوا مع بعض شخص فيه عنده كتير ارادة وتصميم انه دائما كل ما الامور بتخرب بيصلحها مرة تانية او مستعد انه يحط المجهود مشان يصلحها مرة تانية او يصالحك مرة تانية او تتوفقه بالعلاقة مرة تانية يعني هم شوفه شخص كتير صبور مع انه متهور ومتقلب المزاج الى انه ممكن يتحمل كتير شخص مرن يعني ممكن يتحمل كتير ممكن يتغير طاقته ساي مش عم بعرف احكي اليوم ممكن تتغير طاقته كتير ولكن او شخص بيتحمله كتير كتير فلكسبل open minded عقليت ومنفتحها بيحب يسمع آراء أخرى طيب نشوف تعقدكم بالمستقبل شو رح يصير cycles هالكارت يجا بنفس المطرح لبرج الجدي فإذا بتحب تتابع القراءة هذه ممكن تفيدك بإشي معين لأنه بنفس المطرح يجا فبالنسبة لتعقدكم بالمستقبل عم شوف أنه في عندكم shifts وتغيرات رح تصير بينك وبين هالشخص في بينكم لسه رح يكون في تحفظ بالمستقبل لأنه الوضع المادي رح يكون منيح بينكم لأنه أنتو هو أشخاص كتير مصممين في عندكم عزيمة وإرادة أشخاص أيضا بدكم تكونوا أسرة مع بعض أنتو هو عم شوفكم عم تطمحوا إلى تكوين أسرة مع بعض برغم التشوش اللي ممكن تحسوا فيه وعدم اتخاذ القرار ببعض الأمور أو في عندكم شوي اللي خبطة باتخاذ القرار إلى أنه الهدف النهائي بالنسبة للكم الاثنين هو تكوين أسرة هو عم تشتغلوا الاثنين لحتى توصلوا لهالهدف وتسهلوا هالهدف قدر الإمكان أيضا عم شوف شوي بالمستقبل فيه دفاعية بينكم شوي فيه تحفظ بينكم ولسه فيه شوي فرد سلطة بينكم يعني لسه رحي حبيبك أو شخص اللي عم تتعامل معه كتير عنيد من اللي مبين بالقراءة مبين أنه هو الشخص كتير عنيد أو فيه بينكم وبين بعض كتير عنيد وعم تحاول أنه يعني كل واحد يفرض سلطة بالوضع أو ممكن أنت تحس أنه هو عم يحاول دائما أنه يفرض سلطة إذا أنت رجل ممكن الامرأة اللي عم تتعامل معها تكون امرأة شخصيتها كتير قوية وإذا أنت امرأة ممكن رجل اللي عم تتعامل معه يكون شخصيته كتير كتير قوية أو بيحب يكون هو اللي دائما مسيطر على الأمور ولكن عم شوف أنه الطريق بينكم شوي صعب شوي فيه تحرق فيه ما فيه خط ثابت لحد الآن يعني لسه فيه طلعات وفيه نزلات ولكن الهدف النهائي يعني برغم المشاكل اللي عم تصير بينكم الهدف النهائي للطرفين بها القراءة بها العلاقة هو أنه يكونوا أسرة مع بعض وعم يشتغلوا كتير مشان يكونوا أسرة مع بعض عم شوفكم عم تعتبروا بعض سول ميت ورفقاء درب أيضا ممكن تكونوا الاثنين عم توفروا من الناحية المادية من عجل هالعلاقة للبعض منكم اللي عم أريدي تصارح بأنه بدوا يكون أسرة مع هالشخص عم شوف أنه أنتو الاثنين عم تخبوا إشي مادي ممكن عم توفروا إشي مادي من أجل خطوبة أو زواج أو من أجل صرفيات من أجل أنه تنفقوها على إشي معين أوكي حبايبي برج الدلو بتمنى القراءة تكون فاتتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شار وسبسكرايب إن شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم شكرا لكم جميعا